العدالة المخضبة بالدماء غض الطرف عن الإبادة الجماعية والأزمات وسياسة الكيل بميكيالين والمجازر المروعة وسياسة التجويع وقصف المدنيين أهلا بكم في ذكرى اليوم العالمي للعدالة الدولية إذ تدين فلسطين العالم كله بمؤسساته العنصرية وعدالته العاجزة وميزانه المقلوب عرت أزمة غزة ميزان العدالة الدولي المخفي بثقافة الغرب المتواطئ مع إسرائيل طيلة عقود للإفلات من العقاب وتغذية جوالات العنف وتجاهل ممارسات الاحتلال وعنف المتطرفين وحكومة اليمين بقيادة بن يمين نتنياهو وبينما يواجه العالم حالات الإبادة الجماعية والمجازر اليومية الدامية التي تنكلها الشاشات تصم العدالة الدولية أذونها والتعصب عينيها عن حجم ضحايا جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة والمستمرة واحتلاله الأرض وحصار أهلها وتجوعهم وتقتيلهم في أبشع مجازر جمعية في مخيمات النازحين ورغم أن محكمة العدل الدولية وسيلة أساسية لمحاسبة الدول على انتهاكات المعاهدة التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية الجسيمة فإن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لم تغير من الأمر شيئا ومزالت إسرائيل تواصل انتهاكاتها ومجازرها اليومية حالة غزة وقبلها الضفة والأرض الفلسطينية بكاملها تستدعي تقديم العدالة المحايدة إن عثر عليها لضحايا الجرائم الإسرائيلية اليومية بصرف النظر عن دعم الاحتلال ومن يقف وراءه